ازايكم؟ عاملين ايه؟ يارب تكونوا بخير هناك اخبار كثيرة جدا عن هروب الفنانة اللي هي ما تستحقش كلمة فنانة لانها لا تصح ان تكون فنانة انها هربت من بيتها بعد لما في 65 محامي قدموا فيها بلاغات بسبب المقطع البسيط اللي هي نشرته على صفحتها اللي هي كانت متوقعا ان هو هينول اعجاب المتابعين او يعمل لها مثلا شوية شهرة تاني زي ما هي متعودة كل شوية تطلع بموضوع خليع خالص وتقول حاجات وتلبس حاجات علشان بس الناس تفتكرها تفتكرها بطريقة قليلة الادب وواقحة جدا فالبوسط اللي هي نزلته بالمقطع من الفيديو هي توقعت ان هو هينول استحسان الناس لكن الناس انهالت عليها بالشتائم وبالتهزيق وان كده ما ينفعش ولا من ثقافتنا ولا من دينا ولا من اخلاقنا تصرفات زيتي طبعا كلكم عارفين المقطع اللي هي كانت بتقول مؤخرتي تميزني يعني بلاش نتكلم في الحوار ده كتير لانه حاجة بعيدة عن ايماننا وعن عادتنا وعن تقاليدنا ان احنا نتكلم فيها اتضح بقى ان هي لست قاعدة في بيتها وما مشيتش وما خرجتش ومنتهى الوقاحة وقيلة الادب بتقول انا ما عملتش حاجة هو انا عملت ايه علشان اسيب البلد ويمشي اللي عمل حاجة يخاف منها انا ما عملتش حاجة حاولت انها بقى تخرج من اللي هي عملته وانها فاكرة انه كله كان هاجب الناس وبعد لما الناس كلها شتمتها وتهزقت على المقطع ده كل اللي عملته انها حزفت المقطع من على صفحتها الشخصية وقالت انا حزفت المقطع انا ما كنتش اعرف ايه السؤال ده بس الموزيع فجئني بالسؤال انا ما كنتش عارفة فطبعا الموزيع كان متابع ومعاه كواليس الحلقة فكان رد الموزيع عليها بمنتهى الشراسة لا انا انت كنت عارفة ان السؤال ده انا سألته لك ولقى استحسانك وانتي مش منعتيه بالعكس طلع مقطع فانا ما استهلش اتعاقب اللي هتستهلت اتعاقب انتي الفنانة رانيا يوسف اللي هي ما تستحقش زي ما قلنا لقب فنانة يعني منتهى الوقاحة انها حتى ما اعتذرتش او قالت انا غلطت او انا ما كنتش قصدي او اي حاجة لأ جاية طلعة تقول هو انا غلطت في حاجة طبعا الحب مش عليك الحبها للي ربك طبعا دي حاجة معروفة على طول يعني انا عايزة اسأل سؤال يا ريت يعني اللي يتابع الفيديو معي لحد اللحظة دي جاوبني عليه يعني ليه رانيا يوسف دي ما بتتعملش معاملة سما المصري اللي تسجنت ما هي بتعمل نفس كل حاجة رانيا سما المصري كانت بتعملها وغيرهم غيرهم فيه كتير طبعا يعني اتحكموا وتنفس عليهم عقوبات ليه رانيا يوسف ما بتتعاقبش ولا يتنفس عليها نفس العقوبات دي على الرغم ان هي مرة في اتنين في تلاتة بتعمل كل الحاجات اللي هي عايزة تعمل نفسها شو بيها حتى لو عملت افلام برضو بتعمل افلام بطريقة خارجة جدا ولو عملت طلعت في برنامج برضو لبسها خليع جدا ليه ما تحبستش او اتحكم عليها يا ريت تجاوب على السؤال ده لان هي مفروض تتعامل نفس المعاملة بل اكثر لان هي تستاهل رانيا رانيا يوسف طبعا ما هربتش من بيتها وقعدة في بيتها ومش هميمها حاجة رانيا يوسف بتقولي يعني انا اسيب لكم البلد وامشي احنا دلوقتي من موقعنا هذا بنقول لها يلا مع الف سلام لا مش سلامة في ستين ده هي لان العالم الرخيصة العالم اللي مش عندها قدر من مسئولية تستاهل حسن الختام سلام عليكم